أجرى سمو العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك دعي المولى تبارك وتعالى يعيد هذه المناسبة الطيبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم وإنما وعلى الأمتين العربية والإسلامية جمعاء وقد تحقق لها المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وقد أعرب سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني عن شكره لسمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهان بهذه المناسبة السعيدة وراجيا استمرار هذا التواصل الأخوي داعينا الله سبحانه وتعالى أيديما على سموه وافر الصحة وتمام العافية وعلى دولة الكويت وشعبه الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ضد القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو ومير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركاتة